وشوط آخر يتحرك بوزن الإذاع المهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل ليسرني كل السرور أن نقدم زميلي أيضا محمد بن هيثم اليمني ليتواصل معلقا على أحداث الشوط الثاني شكرا لزميلي سالم بركاظ العليلية بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركات الله دائما وبدأ نستعين مشاهدين متابعين الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أحييكم من هنا من أرضية ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة وأرحب بكم أجمل ترحيف في هذا الصباح وفي هذا التحديات الجميلة والأشواط المميزة متابعين الكرام نتواصل بهذه اللحظات مع انطلاقة شوط الثاني المخصص للإبكار المهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل فلا مانع فالمشاركة للجميع نتمنى توفيق لجميع المشاركين خمسة كيلو مترات رصدت لهذا السن الجميل نذهب إلى المقدمة نتابع أول المنطلقين وأول المتقدمين هنا وحيش على المركز الأول لحمد بن سعيد بالحب العامري من يعلن تواجد وحيش على مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني تصل بهذه اللحظات الشاهنية المملوكة لإسمه شيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير بينما المركز الثالث أرى الهبابة تتقدم لسالم بن محمد يتقدم مع الهبابة على المركز الثالث والمركز الرابع متابعين الكرام تصل الشاهنية أيضا في رابع المركز وتنطلق بشعار سمو شخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة عبيد بن محمد بن ضبيعة والمركز الخامس وتابع خامس التحديات تفهده المملوكة لسعيد بن سهيل بن دلوي يقدم الافهداء في هذا الشوط والمركز السادس وتابع سادس المراكز من تتقدم بهذه اللحظات الفائزة لسالم بن محمد بن ضبيعة يتقدم مع الفائزة على المركز السادس والمركز السابع تصل بهذه اللحظات من ياسم محمد بن عتيج بن علي بن خفية والمركز الثامن تصل وتنطلق بهذه اللحظات الشاهنية لإسمه الشيخ مايد بن محمد برشد المكتوم بقيادة الثاني بن عبيد بن سعيد الفلاسي بينما المركز العاشر متابعينا الكرام بنت المطر لعلي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا إذن هذه المركز الأولى المتقدمة من خلال هذا المسار الأول والتحديات الرائعة الجميلة الذي تابعنا فيها الأسماء المبدعة والشعارات اللامعة في هذا الفترة الصباحية نعود إلى مقدمة الشوط لنتابع مرة أخرى دوائر المنافسة نتابع دائرة الصراع والتحدي الجميل هنا على مقدمة هذا الشوط إذن متابعينا الكرام هنا حصل تغيير على المركز الأول غيرت الآن الشاهنية وانطلقت في أول المركز لتعلن تواجدها الجميل بشعار سمو الشخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يأتي بالتضمير علي بن راشد بن حمد بن غدير بينما المركز الثاني تراجعة وحيشة حمد بن سعيد بن حب العامري والمركز الثالث لهبيبة تتقدم بيذ اللحظات سلطان بن سالم بن عجل والمركز الرابع متابعين الكرام أراء الشاهنية تتقدم في رابع المراكز المملوكة لسمو الشخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بهذه اللحظات يتقدم أيضا المضمر عبيد بن محمد بالضبيعة المركز الرابع والمركز الخامس من الجانب الآخر تتقدم الفدى السعيد بن سهيل بن دليوي وأيضا الدخول والتغيير والاندفاع الرائع من الفائزة سالم بن محمد بالضبيعة يعلن تواجد الفائزة في سادس المراكز بينما المركز السابع شعار بن خفية تقدم بهذه اللحظات محمد بن عتيج بن علم خفية مع مياسة بينما المركز الثامن هناك الدواجد الجميل مع بنت المطر علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا أيضا ينضم إلى المراكز الأولى المتقدمة ويبحث عن الفوز يبحث عن الناموس بينما المركز التاسع متابعنا الكرام المركز التاسع من تتواجد الفائزة سالب بن محمد بالضبيعة والمركز العاشر هناك تتقدم الشاهنية المملوكة اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد بن محمد بالضبيعة في عملية التضمير إذن هذا هو النداء الثاني للأسماء الأولى للأسماء القوية ونازلنا نتابع ولا زالت المراقبة والمسيرة قائمة بهذا التحدي قائمة بهذا الصراع الجميل أو تعود مع أوحيشة أوحيشة على المركز الأول غيرت الآن عادت من جديد إلى مقدمة الشوط عادت إلى المركز الأول بشعار حمد بن سعيد بالحب العامري من ينطلق من يسجل حضوره الرائع في الشوط الثاني بينما المركز الثاني تصل الشاهنية أيضا المملوكة لإسمه الشيخ عمدان بن محمد براشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير بينما المركز الثالث أرد دخول مع الهبيبة السلطان بن سالم بن عجيل والمركز الرابع يتصل بهذا الحبات بنت المطر علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا والمركز الخامس التواجد مع الفدا سعيد بن سهيل بن دليوي والمركز السابع متابعين الكرام تصل بهذه اللحظات مياسة محمد بن عتيج بن علي بن خفية والمركز أيضا العاشر التواجد متابعين الكرام مع حشيمة محمد بن عبدالله بن حميدان الفلاسي المملوكة أيضا لإسمه الشيخ مايد بن محمد براشد المكتومة أول ندالها هذه المراكز الأولى هذه النتيجة والثمانيمة متر الأخيرة تفصل عن خط النهاية تفصل عن الناموس هي الباقي والمتبقي والصدارة والتحدي الجميل وحيشة على المركز الأول وحيشة على الصدارة راحة راحة الوحشة راحة القوية راحة الشرسة تقاتل على المركز الأول تقاتل بشراسة لتنتزع المركز الأول لتنطلق بشعار الصيد حمد بن سعيد بالحب العامري يا سلام يا سلام ولكن الخطورة أرى الفدى قادمة قادمة سعيد بن سهيل بن دليوي أيضا من يتابع الفدى ويعطيها اللوامر يعطيها التعليمات ولكن هناك وحيشة وحيشة خلاص راحة مع الشهود راحة مع الأداء الجميل راحة مع الأداء المتميز راحة مع الشعار دائما اللي يبدع يبدع في هذا الميدان حمد بن سعيد بالحب العامري تهانينا انهنيه من هذه ولكن بدلوي يحاول يحاول باللحظات الأخيرة يا سلام يا سلام يا سلام انه موسلما انه موسلما اللحظات الأخيرة للمرة الثانية للمرة الثانية هذا الشعار يحقق أيضا نقطة الثانية سلام يا الاهباب سلام تهانينا متابعينا الكرام لسعيد بن سهيل بن دليوي على هذا الأداء الجميل والمتميز وحيشة أيضا قدمت عرض وشكرا على المركز الثاني حمد بن سعيد بالحب العامري والمركز الثالث مقفية والمركز الرابع علي بن محمود بن حبيب الرضا المركز الخامس علي بن سلطان بن عجيل هذه المراكز الأولى المتقدمة متابعي الكرام تهانينا لسعيد بن سهيل بن دليوي على هذا الأداء الجميل والمتميز لنا دار ومن أرض بمسعب رياض المحبين وإلى قطر أهل المروات الأخيار ومن مسك دارين ومن مسك دارين